النهاردة لو احنا بنتكلم على اعداد اللاجئين في مصر وتصنفهم يعني من حيث الضيوف المشرفين ايه اخر احصائيات بص حضرتك العدد الرسمي للاجئين وهتكلم على الاعداد غير الرسمية هو 800 ألف شخص مسجل منهم حوالي 520 800 ألف المسجلين لدى مفاوضية اللاجئين منهم 520 ألف سوداني منهم في حوالي بيسموها في البايبلاين يعني في الطريق جايين في حوالي أكتر من 300 ألف سوداني منتظرين تسجيلهم لغاية السنة القادمة يعني هم مقومين بس المنتظرين يسجلوا اه اه وفي منهم طبعا دخلوا بشكل بس العدد اللي احنا بنسمحها ملايين لا ما هنقول لحضرتك احنا مثلا عندنا العدد لا يقل عن 4 إلى 5 مليون سوداني موجودين في مصر في ناس منهم موجودين من الأربعنات من أيام قبل استقلال السودان وفي كمان علاقات مصاهرة ونسب غير المصاهرة احنا لغاية سنة 1995 كان السوداني لا يسأل عن إقامة ولا أي حاجة حصلت طبعا الخلافات بين الحكومتين المصرية والسودانية بلغت أوجاها في 95 ساعة محاولة اغتيال للرئيس الأسبق مبارك وانعاكس ذا للأسف طبعا على إقامة السودانيين فقالوا لا اللي ييجي بعد كده لازم يكون عنده إقامة عملت اتفاقية الحريات الأربعة في سنة 2004 وتم تجميد حق السوداني في الدخول بدون تأشيرة لاعتبرات أمنية لاعتبرات سياسية أيضا ولكن في عندنا العدد الكبير ده في يعني نفرق ما بين اللاجئ المسجل لدى المفاوضية وبين الشخص اللي هو بيسموه الفورست مايجرانت المهاجر قصريا هو مهاجر لكن قصريا غير المسجل لدى المفاوضية ده النوعين؟ آه نعم هو اللاجئ المسجل ده داخل قانوني؟ ضرورة آه هي برضه عشان الناس بتطور اتفاقية 1951 مدى 31 منها بتنصها لأنها لا يجب توقيع أي عقوبة على شخص دخل البلاد أو تواجد فيها بشكل غير نظامي أو غير قانوني قادما من مكان أو من دولة أو من إقليم حياته أو حريته مهددة شريطة أن يقدم نفسه إلى أقرب ممثل للسلطة عشان كده مثلا حضرتك لما شوف موضوع الهجرة غير النظامية مئات الألاف اللي بيروحوا أوروبا ما تدرش ترفضهم في مبدأ اسمه عدم الرد إنه لازم يستقبلوهم ويشوفوا إذا كان هو لاجئ ولا لا زيب حضرتك كده مثلا مبدأ القانوني المعروف المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته فطالب اللجوء لازم يعامل على أنه لاجئ إلى أن يتم استنفاذ مرتين مقابلتين مرة واستئناف إلى أن يثبت أنه مش لاجئ فيتم طلب منه مغادرة البلاد ده بيسموك lost file أو ملفه مغلق فبالتالي أي شخص دخل بشكل غير نظامي مفاوضية اللاجئين أو الدولة نفسها المستقبلة لو هي اللي بتقوم بتحديث صفة اللاجئ بتضمن له الإقامة لو رفض كلاجئ كلاجئ خلاص لو رفض اللاجئ إيه اللي بيتم بقى بيطلب منه مغادرة البلاد لكن ما فيش ترحيل أوي هذه بقى النقطة دي ترحيل ده حضرتك يعني في مصر برضو إجراءات الترحيل دي يعني بتستوجب العديد من الإجراءات ولجنة مكونة من لجنة الفتوى بوزارة العادل ناس من الخارجية وناس من الداخلية فبيطلب من شخص أن يغادر البلاد فيه فرق بين الإبعاد والترحيل الترحيل لأنه هو الشخص يتكلبش وتم ترحيل لكن الإبعاد خلاص يخلوا الأسرة بتاعته تشتريه لتذكرة ده العمل بيسموها minor crime جريمة بسيطة فبدل ما الدولة المضيفة يعني تفضل بقى مشاكل ومحاكمات وتدخل صفارة لا خلاص إنت اسمها PNG Persona non grata أي شخص غير مرضو فيه